اشتركوا في القناة عباد الله إن الهم جند من جنود الله يبتلي به عبادة لينظر ما يعملون وهو وإن كان شعورا وليس مادة إلا أنه أشد أثرا من المؤذيات المادية ويؤكد ذلك ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما سئل من أشد جند الله فقال الجبال والجبال يقطعها الحديد فالحديد أقوى والنار تذيب الحديد فالنار أقوى والماء يطفئ النار فالماء أقوى والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى والريح تعبث بالسحاب فالريح أقوى والإنسان يتكفأ الريح بيده وثوبه فالإنسان أقوى والنوم يغلب الإنسان فالنوم أقوى والهم يغلب النوم فأقوى جند الله هو الهم يسلطه الله على من يشاء من عباده وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ فَمَنْ يِرْدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهِ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهِ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسأل المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم